استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حيث استعرض سموهما النتائج الطيبة للملتقى الحكومي 2016 وأهمية على صعيد بلورة الأفكار والرؤى التي تدعم الجهود في مواصلة تطوير الأداء الحكومي بما يسهم في بلوغ التوجهات الاستراتيجية في تحقيق رضا المواطن عن الخدمات الحكومية حيث أشاد سمو للعهد في هذا الصدد بالرعاية الكريمة لسمو رئيس الوزراء لفعاليات المنتقى الحكومي والتي تأدي في سياق دعم سموه للمبادرات التي تكفل الاستغلال الأمثل للكوادر البشرية العاملة في الحكومة للارتقاء بالمنتج الخدمي الحكومي وخلال اللقاء استعرض سموهما عددا من الموضوعات ذات الصلاة بالتطورات الإقليمية والدولية وما تتطلبه من تعزيز أفق التعاون والتنسيق على كافة المستويات الدولية حيث أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد ناهب القادل على الناهب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأهمية التحركات الدبلوماسية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة ودورها في زيادة آفاق التعاون بين مملكة البحرين ومختلف دول العالم خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية على الصعيدين الإعلامي والإقليمية وما تطلبه من صيغ تعاون جديدة وأكد سموهما أن ما تشهده مملكة البحرين من تطوير وتنمية في كافة المجالات غايته تحقيق تطلعات المواطن البحرينية والارتقاء بعضاعه على كافة المستويات وأشدد سموهما على أن مسيرة العمل والتنمية متواصلة وفق خطط وبرامج تراعي الاحتياجات الحالية والمستقبلية وأن العمل يجري في تنفيذ المشروعات بشكل يضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتطرق سموهما في هذا الصدد إلى الإنجازات التي تحققها مملكة البحرين في الشأن الرياضي حيث أشد سموهما في هذا الجانب بالإنجاز العالمي الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملكي للأعمال الخيرية والشؤون الشباب رئيس المجسد أعلى للشباب والرياضة رئيس اللاجة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي بفوزه بالمركز الثالث عالميا والأول عربيا في بطولة العالم للقدرة والتي أقيمت بجمهورة سلوفاكيا منوهين سموهما بالإنجازات التي يحققها سمو الشيخ ناصر بن حمد ودورها في تعزيز مكانة البحرين في الأوساط الرياضية العالمية وبخاصة في رياضة القدرة والفروسية